ايران والضفة الغربية في دائرة الاتهامات الاسرائيلية طهران تغرق الضفة الغربية بالاسلحة هذا ما تروج له اسرائيل في ظل حملتها العسكرية الموسعة شمال الضفة والتي بدأت منذ ثلاثة ايام وقبل اشهر اعلن جهاز الشاباك احباط تهريب اسلحة ايرانية الى الضفة الغربية هل هي ذريعة اسرائيلية لتنفيذ مخططات خفية وما مدى قدرة ايران على تزويد فصائل في الضفة الغربية بالسلاح كما تفعل مع ذرعها في المنطقة الجيش الاسرائيلي واصل عمليته العسكرية في شمال الضفة الغربية الهدف المعلن القضاء على التنظيمات المسلحة ودرء الخطر عن امن اسرائيل اما بوابة تلك التهديدات فهي ايران بحسب الرواية الاسرائيلية لكن تلك الرواية شكك بها البعض وتهمت الابيب بخلق الذرائع لتنفيذ خططها في الضفة فما هي اهداف اسرائيل في عملياتها العسكرية بالضفة الغربية وهل تنجح في تحقيق ذلك وزير الخارجية الاسرائيلي اسرائيل كاتس اتهم ايران بالعمل على فتح ما سماها جبهة ارهابية شرقية عبر تهريب الاسلحة الى الضفة الغربية عبر الاردن ودعى الوزير الاسرائيلي ان وحدات خاصة من الحرس الثوري الايراني تقوم بتهريب اسلحة من سوريا الى الاردن ثم تنقل الى الضفة الغربية ودعى كاتس الى بناء سياج امني على طول الحدود مع الاردن بشكل سريع وقال كاتس ان سلطة الفلسطينية ليست لديها قدرة على مواجهة ذلك التهديد الذي يهدد وجودها كذلك بحسب تعبيره تصريحات كاتس قابلها اتهامات اردنية لاسرائيل بمحاولة تشتيت العالم عما يجري في الضفة وغزة باخبار مضللة تتعلق بالامن الاقليمي وحول الاردن وطالب صفد العالم بعدم الانخداع واصفة اسرائيل بانها اكبر تهديد للامن الاقليمي عبر احتلالها للاراضي الفلسطينية وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين الاتهامات الاسرائيلية لايران بغراق الضفة الغربية وسط حالة من الضعف تعيشه السلطة الفلسطينية سرعان ما رد عليها محمود الهباش مستشار رئيس الفلسطيني في مقابلة سابقة معي مع سكاي نيوز عربية الهباش اكد ان معظم الاسلحة التي تهرب الى الضفة هي اسرائيلية عن ايات مجموعات مسلحة يتحدثون هو السلاح اللي بيرد الى الضفة الغربية سواء كان قليلا او كثيرا من اين مصدره معظمه معظم ربما اكثر من تسعين بالمئة منه هو من سلاح الجيش الاسرائيلي يأتي عبر مهربين اسرائيليين ويأتي عبر وسطة اسرائيليين مرتبطين بشكل او باخر بصناع القرار في اسرائيل اسرائيل معنية بذلك معنية بان تمرر السلاح الذي لا يشكل خطرا كبيرا عليها ولكنه يخلق ذريعة لها ولجيشها ولامنها ولحكومتها لممارسة مزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني في مارس الماضي كشف جهاز الشاباك عن احباطه محاولات ايرانية لتهريب شحنات كبيرة من الاسلحة المتطورة الى نشطاء في الضفة الغربية لاستخدامها في تنفيذ هجمات ضد اهداف اسرائيلية وبحسب الشاباك كانت وراء المحاولة الوحدة الايرانية اربعة الاف وقسم العمليات الخاصة التابعة لاستخبارات الحرس الثوري ووحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس نرحب بضيفينا معي من عمان استاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات في الجامعة الاردنية الدكتور حسن المومني ومن القدس الكاتب والباحث السياسي سيد الي نيسان اهلا بضيوفي ابدأ بداية مع الدكتور حسن دكتور حسن اسرائيل تقوم في عملية كبرى في الضفة الغربية في جنين وفي طول كرم ومناطق عديدة تحاصرها تقتل كثير من الذين فيها تقصف بالمسيرات وتقول كل هذا بسبب ان من يحكم هذه المناطق هي ايران وهي تدخل السلاح ويعني اغرقت هذه المناطق عبر السلاح المدخل من الجانب الاردني وتقول ايضا حسب وزير خارجيتها انها تريد بناء سياج عازل مع حدودها مع الاردن ما تعليقك كيف تنظر الموضوع ولي اي مدى اسرائيل لديها صحة في هذا الحديث بصال خير لك استاذ ماجد وعلي ضيفك الكريم وعلي المشاهدي الكرام يعني بتقدير الشخصي هنا لا نتحدث عن صراع بدأ منذ شهور ولا نتحدث عن سردية اسرائيلية اعتدنا على سماحها في هذه الشهور هناك صراع ممتد لعقود وهناك رواية وهناك اجراءات اسرائيلية ممنهجة حقيقة تساهم بشكل كبير في انتاج العنف الان حاليا بتقدير الشخصي هناك في اسرائيل في مأزق مأزق والكل يعلم ان مأزقها داخلي ومأزقها ايضا في الحرب اللي الان جارية في غزة مسألة الضفة الغربية الاجراءات الاسرائيلية ليست بجديدة بالمناسبة وان اختلفت وطيرتها اسرائيل الان امام هذا الانكشاف العالمي امام هذا الانكشاف القيامي الاخلاقي تتذرع بمسألة ان الضفة الغربية بات وكأن ايران تحكمها بات وكأن ايران تسرح وتمرح بالضفة الغربية وباتت وكأنه لا سمح الله ان الاردن اصبح ساحة ايرانية بهذا الجانب المسؤولين الاسرائيليين وبالذات الدولة والاجهزة الامنية وكل هذه الامور يعلمون علم اليقين بان الاردن كدولة ذات مصداقية سواء كان في اجهزتها في قدرتها يعلموا بان الاردن بتقدير الشخصي عنده سيادة كاملة وقدرة كاملة على حدود بهذا المرأة انا هنا لا ابرئ ايران لكن هنا في شغل معين مسألة افشال محاولات الاردن افشال محاولات اذا كانت المسألة مسألة سياج ومسألة جدران كم من السياج والجدران بنت اسرائيل على حولها لماذا السياج لم يحمي اسرائيل في مسألة غزة لماذا بتقدير الشخصي هناك مبالغة وهناك هروب الى الامام بهذا الامر اضف الى ذلك الاردن دولة لاعب عقلاني اسرائيل تعلم حقيقة المدى مصدقية الاردن بهذا الجانب ومش بس الاسرائيل الشركاء الاسراتيجيين للاردن سواء كان في الاقليم في العالم وحتى الاسرائيل يعلموا بهذا الجانب لكن هي عبارة عن بتقدير الشخصي تبرير لهذه السياسات الممنهجة بهذا الامر هل ايران هي من دفعت اسرائيل بان تنتهك المقدسات والمسجد الاقصى وكل هذا الجانب اضف الى ذلك بتقدير الشخصي على الفلسطينيين بنهاية المطاف المسألة مش مسألة ايرانا المسألة مسألة احتلال اخ العزيز والعنف لن يأتي الى بعنف اسرائيل في عندها اشكالية اذا ارادت السلام مع نفسها ومع الفلسطينيين لابد ان يكون هناك مصار غير مصار العنف مئة عام قرن من العنف لم يأتي بجديد فلذلك الان ملامة ملامة الاردن وكل هذه الجوانب هذه طبيعي اشكالية حكومة ناتنيوو واشكالية الجماعات المتطرفة التي ايضا لم يسلم الاردن من من تصريحاتها وكل هذه الجوانب فلذلك لا احد عاقل يستطيع ان يقبل بهذه السردية الاسرائيلية هنا خلينا اكد انا لو بر ايران ايران واسرائيل في سياق تنافسي مما نشك فيه وكل يستخدم الاخر كبعبع لكن ان اختزل بان ما يجري في في الاراضي الفلسطينية بسبب ايران ما يجري في الاراضي الفلسطينية واحتلال واجراءات حكومة متطرفة بحق الاسرائيلي بحق الفلسطينيين وبحق الاسرائيليين حتى بالمناسبة اسرائيل عندها اشكالية لا يمكن لها سلام مع نفسها حتى سيدي لينيسان اسرائيل الان تقتل تقصف بالطائرات المسيرة جنين طول كرم مناطق كثير من المدنيين قتلوا هي تقول انها تقتل المسلحين لكن ايضا تقول ان السلطة غير موجودة والسلطة ضعيفة ولا تستطيع فعل شيء البعض يرد يقول اساسا هذه اراضي محتلة من قبل اسرائيل اليس من وظيفتها ايجاد الامن فيها اليس من المفترض ان تلوم اسرائيل نفسها على هذا الاحتلال مساء الخير ولا ضيفك الكريم من عمان اولا الكل يعلم ان ايران تحاول فتح جبهة جديدة في الدفة الغربية اضافة الى الجبهة في جنوب اسرائيل من قطاع غزة واضافة الى الجبهة في لبنان وسوريا والان اذا الدكتور حسن يعلم او لا يعلم ان ايران تحاول تأجيج الخواتر داخل لبنان ومع الاسف اقول مع الاسف محاولة لاسقاط النظام في ايران بهدف مصلحة ايرانية لتطويق اسرائيل من كفة الاطراف اذا كان كما قلت من الجنوب من الشمال والان من الاردن وعليه انا اريد اسأل سؤال بسيط السيد الدكتور حسن حتى من الاردن سيد ايني نعم حتى من الاردن يعني انت تؤكد انه يتم تهريب السلاح ويحدث هذا ايضا اذا الدكتور حسن يعلم او لا يعلم هناك معلومات بان ايران تحاول تأجيج الخواتر داخل الاردن وتهريب الاسلحة الى الاردن في حين انه يأتي الساعة السانحة لاسقاط النظام في الاردن واقول هذا الامر لا يقدم من الناحية الاستراتيجية اسرائيل مع كل الاحترام للدكتور وانا اقدر ما قاله لا علاقة بين الحكومة المتطرفة في اسرائيل وبين بنكفير وغبير بيدي كل الحكومات في اسرائيل على مر السنين اذا كان اي تهديد من قبل اي طرف اذا كان من قبل حركة حماس او جهاد الاسلامي او ايران لا يوجد اي خلاف في اسرائيل اذا كان هذا اليمين او اليسار بكل ما يتعلق بالمحافظة على امن المواطنين في دولة دولة اسرائيل وانا اسأل سؤال بسيط الدكتور حسن كيف كانت قبل ان تسأل دكتور حسن يا سيد الي سألتك سؤال لا لا الان اسرائيل هي محتلة للضفة الغربية هي محتلة هكذا توصف حتى في الامم المتحدة هي تحتل الضفة الغربية مسؤولية الامن بيدها كقوة احتلال أليس مفرضة ان تلوم نفسها على ما يحدث الان في جنين وفي طولكر وفي هذه المناطق لا انا اقول لك انت تتحدث عن احتلال الاحتلال بدأ عام سبعة وستين هل تذكر الحرب التي فرضتها فرضتها الأردن على اسرائيل في الحرب بسبب ضغوط التي مارسه ضغوط مارسته عبد الناصر على الراحل الملك حسين قائلا اننا احتلنا دولة اسرائيل وعليك ان تبدأ الحرب ضد اسرائيل من الأردن وفعلا أردن مع الاسف الملك حسين الراحل بدأ بالحرب ضد اسرائيل وما كانت النتيجة النتيجة كانت ان حزيمة الجيش الاردني في الضفة الغربية واسرائيل احتلت فعلا ان الضفة الغربية ليس من رغبة اسرائيل وانما كان حرب اذا كان لسماح الله الان بعد اربعون عاما يا سيد ايلي هي لازالت تحتل اليس الامن مسؤوليتها دكتور دكتور هذه القضية هذا هو الاحتلال بسبب الحام اليوم اسرائيل تحتل الدفة الغربية وهي المسؤولة عن مجرهات الامور من الناحية الامنية ليس من الناحية الادارية لانه من الناحية الادارية من مسؤول على دفة الامور في الدفة الغربية هي سلطة الفلسطينية من الناحية المجاري من الناحية التربية وأنا اشتغل في التربية وأعرف كيف تسير الأمور في التربية في الدفة الغربية طيب ابقوا معي ضيوفي العملية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية أثارت قلقا عربيا ودوليا الحكومة البريطانية عربت عن قلقها البالغ إذا تلك العملية محدرة من أن خطر عدم الاستقرار جسيم وشددت على الضرورة العاجلة لخفض التصعيد كما دانت لندن بشدة عنفى المستوطنين في الضفة الغربية والتصريحات التحريضية صادرة عن وزير الأمن القومي إتمار بنكفير التي تهدد الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس العمليات الإسرائيلية بالضفة الغربية تهدف إلى تصفية كل أشكال الرفض للوجود الإسرائيلي وخلق بيئة مؤاتية لصالح الاستيطان فالإسرائيليون يعتبرون الضفة الغربية تشكل امتدادا أقليميا استراتيجيا للمشروع الاستيطاني فصل الضفة لثلاثة أقسام وكشف الأعلام الإسرائيلي عن نوايا حكومية بتقسيم الضفة لثلاثة أقسام شمال ووسط وجنوب ومن ثم يمكن البدء بقضمها واستئصالها تدريجيا القضاء على مخيمات الفلسطينيين زيادة عدد المستوطنات من ضمن أهداف إسرائيل الاستراتيجية القضاء على مخيمات الفلسطينية في الضفة وزيادة عدد المستوطنات الحالية التي يقدر عددها بثلاثمائة مستوطنة وبؤرة استيطانية زيادة عدد المستوطنين من سبعمائة ألف إلى مليون إسرائيلي ترى أن الفرصة مؤاتية حاليا لزيادة عدد المستوطنين من سبعمائة ألف إلى مليون حيث تواصل شرعنة عدد من البؤار الاستيطانية تغيير الوقاع الميدانية والجغرافية تقليص مساحة الضفة الغربية إلى النصف ويعمل الإسرائيليون على تغيير الوقاع الميدانية والجغرافية حيث تقلصت مساحة الضفة الغربية التي قدرت بخمسة ألف وثمانمائة وستون كيلو مترا مربعا بعد اتفاقية أسلو إلى النصف بسبب المستوطنات والجدار العازل إسرائيل تستغل حرب غزة والمستوطنون ينفذون مخططات كما تستغل إسرائيل حرب غزة لتسريع قدم أراضي من الضفة وتآكل وجود السياسي الفلسطيني ويمثل المستوطنون الأداء التي يتم من خلالها تنفيذ قرارات الحكومة الإسرائيلية وغيرها من المخططات عبر الاعتداء على الفلسطينيين إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية رغم حكم محكمة العدل الدولية الصادر في شهر يوليو الماضي والذي اعتبر وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني فأن إسرائيل تواصل تنفيذ جندتها توسعية وتؤدي تلك الممارسات إلى تقويض مقاومات بناء أي دولة فلسطينية في المستقبل وهو ما يتضح جليا في التشريعات والقرارات التي تتخذها الحكومة اليمينية وتمريرها في الكنيسة حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي حسب قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جينيب التمثل انتهاكا للسيادة الوطنية الفلسطينية وتعيق فرص تحقيق السلام كما تعتبر محكمة العدل الدولية أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية من جديد إلى عمان أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات في الجامعة الوردنية دكتور حسن مومني من القدس الكاتب والبحث السياسي سيد إيلي نيسان دكتور حسن إذن هذا ما بقى من الضفة الغربية أوسلون تهت تقريبا لا يوجد ما يعني يطلع عليه السلطة الفلسطينية حتى أموالهم لا يستطيعون أخذها من الجانب الإسرائيلي الأراضي أصبحت في النصف مستوطنات في كل مكان أمام العالم يعني والولايات المتحدة يقال أنها رغم ما تقوله بأنه شجب وأيدانة هناك تسجيع كبير لهذه المسألة ما الذي تبقى لكي يتم قضم الضفة الغربية بكاملها وإلى أي مدى تعتقد ما يحدث الآن من عمليات عسكرية مرتبط بهذا الهدف يعني أستاذ ماجد أنت قدمت يعني حقائق وأشكرك عليها كل الشكر بهذا الأمر هي حقائق جميع العالم يدركها بهذا الجانب ويتم حقيقة التصديق عليها من خلال السلوك الإسرائيلي يعني هنا لا نتحدث ولا يستطيع أي إنسان أن ينفيها بما تحدث به بهذا الجانب ما تقوم به إسرائيل قطعا الضفة الغربية وأستاذ العزيز في السياق الأيدولوجي المتشدد بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة للمين الإسرائيلي الضفة الغربية الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من ما يسمى بالنسبة لهم بدولة إسرائيل بهذا الجانب ومسألة السياسات الممنهجة ليست مرتبطة فقط في غزة غزة جاءت فرصة حقيقة للاستكمال هذا الأمر وللتبرير حقيقة بهذا الجانب وأيضا من خلال الادعاء أو من خلال التبرير في موضوع إيران وكأن إسرائيل حريصة كل الحرص أكثر من الأردنيين على أمن الأردن بهذا الجانب إسرائيل والحكومة الحالية تعلم بأن علاقاتها مع الأردن متوترة جدا وأن الموقف الأردني مزعجة لذلك هي تتبادل الكرات الصلبة مع الأردن بالأمس أجريت مقابلة مع سيد محمود الهباش هو مستشار الرئيس الفلسطيني قال أن من يتم من يقوم بتهريب الأسلحة من يعني إلى الضفة الغربية وإلى المسلحين والفصائل هي جهات إسرائيلية وأن كل الأسلحة هي إسرائيلية أساسا يتم بيعها ومن ثم تتخذ ذريعة وهذه الأسلحة لا تستطيع قلب موازين القوة ما رأيك في حديث مستشار الرئيس الفلسطيني أتوافق مع مئة في المئة الكل يعلم وهناك أيضا تقارير وهناك أمور كشفتها حتى إسرائيل والصحافة الإسرائيلية والأجزة المسرائيلية يعني هنا لا أتحدث عن إسرائيل وكأنها محصنة جدا لا لا فيه هناك تهريب وفيه هناك كثير من الأسلحة التي تم تهريبها وفيه هناك من يستخدم هذه الأسلحة يتحدث بأن جزء منها هي من إسرائيل هناك حوادث الأجزة الأمنية الإسرائيلية اكتشفتها بهذا الجانب بهذا أمر فلذلك مسألة أن إيران فلذلك مسألة أن إيران والله هي من تقوم بكل هذا التهريب وأنا أعود وقرر لا أبرئ إيران ولا يوجد هناك أمن تام مئة في المئة لكن ما تقوم به حقيقة إسرائيل هي من أجل أن تبرر ما تقوم به بهذا الأمر الضغط على الأردن وتصفير وتصوير الأردن بأنه عاجز عن حماية حدوده بهذا الأمر وهي تتبادل الكرات الصلبة عما الأردن نتيجة للموقف الأردني الذي كان واضح بهذا الجانب مازال واضح والأردن حقيقة مشتبك سواء كان في السياق السياسي الدبلوماسي والقانوني وبالمناسبة من حافظ على السلم والذي أكثر حافظ على السلم هو الأردن إسرائيل من انتهكت الحالة السلمية مع الأردن ونتنياهو لا أريد أن أحكي تاريخ نتنياهو من ضد صعوده هو إشكالية 96 مدام ذكر إلى نيسان جلالة المغفور له جلالة ملك حسين طيب جلالة ملك حسين في 17-1998 وجه رسالة أن نتنياهو كانت فيها كثير من الغضب باتجاه أن نتنياهو هو إشكالية في السلام الآن متحدث عن نتنياهو الذي يدمر الشجر والحجر يعني أنت بتحدث لي عن مجموعة أسلحة يعني ماذا تريد إسرائيل من العملية الانتقامية بعد أكثر من 40 ألف قتيل بعد أكثر من 100 ألف جريح بالطبع دكتور حسن لم تعد هناك قيمة أخلاقية القتل القتل من جانب الفلسطينيين يعني أصبح لا يمكن يعني السكوت عنها وغض البصر لكن هذا ما يحدث بالنسبة للجانب الإسرائيلي والأمريكي سيد إلي دعني أسألك وفي هناك جنب وتردد أمريكي حقيقة طيب سيد إلي أسألك عن ما قاله مستشار رئيس الفلسطيني قال أن تجار إسرائيليين يدخلون السلاح مقابل أموال للفصائل وأن معظم ما تجده إسرائيل من أسلحة في المخيمات هي أسلحة إسرائيلية حتى الصور التي تم بثها بالأمس هي لأسلحة إسرائيلية ما تعليقك وإلى إمدى هذه يعني يحصل فيها أيضا دريعة يعني يتم دخال السلاح وبيعة ثم القول بأن أطراف خارجية مثل إيران عبر الأردن تزود السلاح ما رأيك في هذا الحديث أسمع لما أنا أسمع هباش ممكن إنسان يبدأ بأن يبتسم بمعنى ما يقوله هباش ويدعمه السيد دكتور حسان بأن الجيش الإسرائيلي يزود الفصائل الفلسطينية يزود حركة حماس يزود جهاد الإسلامي لا سيدي لي أنا أجريت المقابلة مع الأستاذ هباش هو يقول أسمح لي يقول أطراف إسرائيلية أو تجار إسرائيليين لا يقول الجيش هذا أن يريد أن يقول لا علاقة بما يقوله الهباش ويدعمه الدكتور حسان على عرض الواقع ربما هناك بعض التهربات من الأسلحة ولكن ليس بالكميات التي رأيناها في الأيام الأخيرة من أبوات الناسفة والمختبرات التي رأيناها داخل المساجد ولذلك بدلا من أن تقف تنتظر إسرائيل حتى أن تقوم الفصائل الفلسطينية مثل حماس وجهاد الإسلامي مثل ما قاموا في السابع من أكتوبر قتل ألف وثلاثمائة شخص واختصاب النساء وقتل الأطفال واختطاف اكتر مائتين وخمسين شخص مرأة نساء وأطفال وأولاد اليوم إسرائيل أخذت زمام المبادرة بمعنى بعدما رأينا قبل عشرة أيام محاولة انتحارية في قلقة الأبيب عندما قام مخرب في محاولة لتفجير نفسه في قلبة الأبيب هذا كانت بمثابة ضوء الأحمر وثم توفرت البعلومات بأن بعض الفصائل بشكل خاص حركة حماس تحاول اكتحام أحد إحدى المستوطنات في الدفة الغربية وقتل كل ما يمكن قتله وذلك بدلا من أن تقف إسرائيل مكتوفة العيدي حتى نرى في شوارع تل أبيب وفي بديبرك وفي الخديرة وفي رعانانا عمليات إرهابية وصلت الفكرة سيدني تقوم إسرائيل تقوم إسرائيل بضرب بضرب أوكار الحماس وجهات الإسلامي في جينين أقول لك لماذا في جينين وفي قلقة شكرا لك أنا لم يعد لدي مزيد من الوقت سيد إلي اسمح لي يعني لو كان لدي وقتا أعطيتك من القدس الكاتب البحث السياسي سيد إلي نيسان من عمان أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات في الجامعة الأردنية دكتور حسن مومني شكرا جزيلا لكما متابعة لملف اليوم طرحنا السؤالات على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي مخططات إسرائيل في الضفة الغربية جاءت النتيجة كالتالي واحد وثمانون في المئة قالوا أن هدف العملية تهجير السكان فيما صوت تسعة عشر في المئة أن الهدف هو القضاء على الوجود المسلح نهاية ملف اليوم غدا ملف جديد فما الله